أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أهمية الاستفادة المثلة من موارد مصر الطبيعية ومن بينها الرمال البيضاء والكوارتز عبر تعظيم القيمة المضافة لهذه الخامات ولفتها مدبولي إلى أن الاجتماع يأتي في إطار التوجه نحو توطين صناعة الرقائق الإلكترونية بمصر جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لاستعراض أليات وحوافز الاستثمار بخامات الكوارتز والرمال البيضاء ذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي كما تطرق الاجتماع إلى قيام الهيئة العامة للاستثمار بالتنصيق مع الجهات المعنية التابعة لوزارة البترول بدراسة أليات تحفيز القطاع الخاص وتقديم حوافز الاستثمار بمجال إنشاء تجمعات صناعية لخام الرمال البيضاء هذا وتعد رمال البيضاء المادة الخام لعنصر السيليكون عصب التطور التكنولوجي والخام الرئيسي في صناعة الخلايا الشمسية والرقائق الإلكترونية